رشتاية العدس أوراقه عدس من الأكلات الفلسطينية التراثية اللي بتنعمل أكتر الأوقات بالشتاء ومن الأكلات اللي أول مرة أجربها لأنه ما كنت سامع عنها قبل هيك مريقة كتير بسيطة أول شي رح نحتاج نحضر العجينة عبارة عن كوب بيتين ونص طحين كوب مي دافية ورشة ملح بعجنها وبخليها نصها عدرتاح بعدين بفردها وبحاول أني أفرد العجينة وتكون معاي رفعة بهذا الشكل على قد مقدر وبعدين ببدأ أطبقها وبين كل طبقة وطبقة برش شوي تطحين وبمسحه لأخلص الرول كامل بقسمها وبقسمها شرايح رفيعة كتير حاولوا ترفعوا على قد ما تقدروا وبتصير معنا هيك مثل الباستا شرايح رفيعة بشتلها شوي تطحين حتى ما يلزقوا على بعد وبخليها على جنب لنحضر العدس لنبدأ نحضر العدس رح نحتاج معلقتين كبارزة زتون بصلها مفرومة ناعم بخليها تتبل بعدين بنزل عليها كاسة ونص من العدس الأسود ثلاثة لتر مي ومكعب مرأ ماجي أول ما تستوي رح أنزل عليها العجين بس تنتبهوا تنزله شوي شوي لحتى ما يعجن على بعض وإذا حستوها أنها تقلت معكم شوي لأن العجين ممكن تشرب الماء ممكن تطفولها كاسة أو نص كاسة كمان وآخر مرحلة حتكون ثلاث حبات تون مهروسين معلقة صغيرة منح ونص كوب زيت تون بخليهم يتسبقوا على النار خمس دقائق كمان وهيك بتكون جاهزة معنا طعمها طلع كتير كتير خرافي عن جد لازم تجربوها إذا أول مرة بتسمعوا عنها